السكن في دبل وترالي حق السكن في ثلاث طلبات رئيسية واللي هي لمن يهمه الأمر صورة الجواز وقبول الجامعة جهزتوا هذولة انطلقوا دوره وسكن بس لازم تعرفون انه في ثلاث انواع من السكن النوع الأول السكن الخاص وينقسم حق قسمين سكن في السنتر واللي يكون قريب من الجامعة قريب من الجمعيات والأسواق وتوفر فلوس المواصلات لكن غالبا ما تكون الشقق قديمة وصغيرة القسم الثاني خارج السنتر واللي يكون أجدد وأحلى أرخص من السنتر لكن الشقق تكون بعيدة عن الجامعة وتحتاج مواصلات مثل الباص أو اللوث واللي يقول شلون أحصل شقة؟ أسهل شي تستخدمونه عشان تلاقون السكن المناسب بالمكان والسعر المناسب وهو daft.ie أما بالنسبة للسكن الخاص بترالي أفضل مكان وهو أوكبيو village النوع الثاني السكن مع عائلة واللي يعتبر مريح مفيد جدا لسنة اللغة وأقل تكلفة لكن أقل خصوصية تقدرون تحصلون على host family من المواقع homestay.com أو hostingpower.ie أو من الجامعة النوع الثالث والأخير سكن الجامعة وهم تحصلونه عن طريق الجامعة لكن مدته سنة وحدة بس وهذا الفورم تحصلونه من موقع الجامعة للتسجيل وإذا لقيته وسكن ووقعته والعقد فيه ثلاث أشياء لازم تسوونها الشي الأول تروحون البنك وتسوون standing order وهو استقطاع شهري لصاحب السكن الشي الثاني التسجيل في شركة الكهرباء والماء والشي الثالث إرسال العنوان للملحق